في الاجتماع الوزاري الأخير الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وباقتراح من رئيس الحكومة تم تعيين مجموعة من الأطر في مناصب عليا وهذه أسماؤهم والمناصب التي سيشغلونها السيد نعمان العصامي مدير لسندوق التضامن ضد الوقائع الكارتية وهو حاصل على ديبلوم السلك العالي في التدبير بالمعهد العالي للتجارة والإدارة المقاولات وكذا على ديبلوم الدراسات العلية في الرياضيات التطبيقية تخصص التحليل العددي والإحصائي السيد مصطفى أبو معروف رئيسا للهيئة العلية للصحة حاصل على شهادة الدكتورة بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وشغل السيد أبو معروف عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي منذ سنة 2023 كما شغل منصب رئيس جامعة مولاي سليمان ببن الملال منذ سنة 2022 السيد سامير أحيد مديرا للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية حاصل على شهادة الدكتورة في السيدلة من كلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس بالرباط وديبلوم وطني متخصص في السيدلة الصناعية من كلية الطب والصيدلة بالرباط كما حصل على شهادة جامعية في اقتصاد السيدلة الأدوية والمعدات الطبية من جامعة باريس ديكارت وجهادة جامعية في اقتصادية الصحة وأبحاث النتائج من جامعة واشنطن السيدة لطيفة مفتقر المديرة الجديدة لأرشيف المملكة حصلت السيدة لطيفة مفتقر على ديبلوم الدراسات العلية من المعهد الوطني للتهيئة والتعمير وشهادة المصدر في الإدارة العامة من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات وقبل تعيينها شغلت منصب منذ سنة 2019 مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات بقطاع الثقافة في وزارة الشباب والثقافة والتواصل السيد كمال الدغمي في منصب مدير الوكالة المغربية للدم ويشغل كمال الدغمي منصب طبيب كولونيل ماجور رئيس مصلحة أمراض الدم السريرية بالمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط وأستاذ للتعليم العالي في أمراض الدم بكلية الطب والصيدلة بالرباط السيد رحال بوبريك مديرا للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب حاصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة إكس مارسيليا وديبلوم الدراسات المعمقة من جامعة سوريون بباريس وتولى السيد بوبريك منذ سنة 2013 مهام مدير مركز الدراسات السحراوية بالرباط بعدما عمل كأستاذ باحث بمعهد الدراسات الإفريقية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط وأستاذ زائر بمدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية بباريس السيد سعيد الليت في منصب المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير وقبل تعيينه شغل الليت المهندس في الهندسة القروية منصب مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ سنة 2015 كما شغل ما بين 2010 و2015 منصب المدير الجهوي للفلاحة بجهة تازة تونات الحسيمة بعد أن ترأس مصلحة بمديرية الري ما بين 2009 و2010 السيدة وفاء جومالي التي عينها مديرة عامة لوكالة وطنية للدعم الاجتماعي وحاصلة على شهادة المصر المتخصص في تدبير السياسات العمومية من معهد الدراسات السياسية بباريس كما حصلت السيدة الجومالي على شهادة المصر السلك العالي من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ومصر متخصص في قانون الأعمال من المعهد نفسه إضافة إلى شهادة في الرياضة العالمية والسياسة العامة من كلية كينيدي بجامعة هارفارد